أريد أن أسألك في البداية دكتور هاني عموماً عن قصص النجاح بعالمنا العربي والإسلامي فيما يتعلق بالعمل الخيري والإنساني والبعض دكتور هاني قد يقول بأن بيئتنا لا تشجع على بروز قصص نجاح كثيرة وملهمة ما تعليقك على هذا وهل من نماذج لقصص نجاح ملهمة؟ السؤال إليك دكتور هاني نادر ما تلاقي الجمعيات بتسجل قصص النجاح بتاعتها وبتحتفل بالشباب بتوعها وده شيء يعني خطير جداً في مسيرة العمل الإنساني والعمل الخير والعمل الاجتماعي في ثقافة معينة عندنا في العالم العربي إنها بتقولك يعني من التواضع ومن عدم الغرور أنك متتكلمش عن نفسك والناس متتكلمش عنك طبعاً ده شيء يعني غريب أنا لازم أن أنا أقدر الشباب وأفعل الشباب وأساعد الشباب علشان ينجحوا وإلا مين اللي حينجح بعد كده يعني من قصص النجاح نحن نتكلم عنها عندك ثلاث قصص قدامك ده هو قصة بتاعت همه وكلمات ودارين ادفع دينارين تكفر الدارين تربح الدارين تربح الدارين وقصة نقول تاب لكده في العراق بتاعت أخونا اللي هو زنون اللي هو عمل الدنبر وننظف عشر أحياء في داخل مدينة المصر وقصة النجاح بتاعت مؤسسة رسالة في مصر مؤسسة رسالة بدأت بالطلبة في الجامعة في أقل يعني طلبة جامعة في كريات الهندسة مع الدكتور شريف عبد العظيم وبدأت من أكثر من عشرين خمسة وعشرين سنة وتحوات دلوقتي إنها في كل مدينة وفي كل قرية في مصر اللي هي مؤسسة رسالة وأغلبها قائمة على التطوع اللي موجود في البلد وغيرها في قصة كتيرة جدنا لمقدرست تتذكرها كلها سواء كان في الكويت بالنسبة للمبادرات اللي الشاب بيعملوها أو اللي إحنا بنسميها في الكويت المبرات المبررة المبرات دي لفي الكويت يعني متعتبر يعني مش قادرين نحصل عدد القصص النجاح اللي فيها إحنا عايزين نعمل مؤسسة علشان بس تحصل عدد قصص النجاح مش مجرب بس إحنا نحتفل بقصة نجاح باهرة يعني ونحتفل بها لا إحنا عايزين مؤسسة ترصد كل قصص النجاح اللي موجودة في العالم العربي والعالم الإسلامي سواء كان بقى على مستوى شمال أفريقيا على مستوى وسط أفريقيا على مستوى جنوب أفريقيا على مستوى آسيا على مستوى كل هذه الدول في العالم إحنا ما عندناش العقلية اللي هي الجمعية اللي تستطيع عن البحثية اللي تستطيع أنها تبحث عن مثل هذه القصص في العالم العربي والعالم الإسلامي لكن لو رحنا لكل دولة من الدول في العالم سواءنا متكلم بأننا وخلقنا من العالم العربي إلى العالم الإسلامي عمتا هنلاقي في ماليزيا في قصص نجاح وأنا أفتكر اللي هي مع السفد اللي هي ميرسي اللي هي الرحمة العالمية في ماليزيا بشهد رحمة العامية بتاعتك يا أخت سمية مرسي ماليزيا ما رحمة ماليزيا دي قصة نجاح باهرة الآن بقالها أكتب من عشرين سنة واثنين وعشرين سنة وتحولت إلى مؤسسة رائدة ورئيستها أصبحت دلوقتي كانت أحد النواب الأمين العام للأم المتحدة والآن بشتغل فيه اللي هو منظمة الصريب الأحمر الدولي التحديد الصريب الأحمر الدولي اللي موجود عندنا ففي شخصيات كده جدا وقص نجاح بس أنا مقدرش يحصلها لك دلوقتي لأنها لا تعد ويعني مفيش حد بيقدر يعدها أو يحصلها